السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم تبعي القرام تبعي قناة من الآخر خلاصة انتهت الجولة السادسة من دور الأمم الأوروبية 2021 انتهت دور المجموعات بالنسبة لدور الأمم الأوروبية 2021 وهندخل على السيم الفاينال مباشرة ثم ندخل على الفاينال مباشرة بإذن الله تعالى السيم الفاينال يتحدث خلاص يكون بين الأربع فرق مين اللي هم أوائل المجموعات الخاصة بالدوري ايه أو المستوى ايه هنشوف مين الاربع فرق اللي اتأهله وهنشوف ترتيب المجموعات جميعا مين اللي هيتأهل ويوصل للمستوى ايه من الفرق الخاصة بي ومين اللي هيوصل من سي هيروح بي ومين اللي هيوصل من دي هيروح سي ولكن انزل ارزعني راية كماتين كده انزل ارزع لايك كماتين للفيديو حالا دلوقتي اعمل لايك للفيديو لأول مرة زرنا في القناة لا تشترك في القناة ادخط على الزر الاحمر اسملة بديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس لأسل الكل يجاد باستمرار الجولة طبعا الجولة الستة من الدوري لأهم الاربية بدأت يوم السلساء 17-11-2020 خلاننا نتعرف على نتائج جمبوريات اليوم الاربعاء 18-11-2020 ثم نتعرف على نتائج جمبوريات السلساء اليوم الاربعاء ايطاليا فازت على البوسنة والهرسك اثنين صفر احرز هداف اندريا بيلوتي في دقيقة 22 ودومونيكو براردي في دقيقة 68 هولندا ادرت تفوز على بولندا 2-1 احرز هداف هولندا منفز دباي من درب الجزاء في دقيقة 77 وفاينالدوم في دقيقة 84 وهدف بولندا جاء عن طريق جوزويك في دقيقة 6 طبعا ما معرفش غير روبرت البندفوسك في بولندا بلجيكا فاسته على دنمارك 4-2 احرز هدف بلجيكا يوري تليمانس في دقيقة 3 روميلو لوكاكو في دقيقة 57 وفي دقيقة 69 وكيفينت براين في دقيقة 87 اما هدف الدنمارك عن طريق يوناس اولدرو ويند في دقيقة 17 وكورتوا هدف مرمى بيلعب لصالح بلجيكا طبعا جي في دقيقة 86 انجلترا قدرت تفوز على انجلترا 4 انجلترا قدرت تفوز على اسلاند عزرا 4-0 احرز هدف انجلترا دي كلان رايز في دقيقة 20 ماس المونت في دقيقة 24 وفيل فودن في دقيقة 80 وفي دقيقة 84 النمسا تعدلت امم النرويج 1-1 احرز هدف النرويج غياز زهيد في دقيقة 61 وهدف النمسا عن طريق جريبك في دقيقة 94 ايرلندا شمالية تعدلت امم رومانيا 1-1 وميالدينوفيتش في دقيقة 64 كلهم فيتش كده ايرلندا تعدلت امام بولغاريا 0-0 وويلز فقست على فنلندا 3-1 احرز هدف ويلز هاري ويلسون في دقيقة 29 دانيال جيمس في دقيقة 46 وكيفر مور في دقيقة 84 وهدف فنلندا عن طريق تيمو بوكي في دقيقة 63 الدوري سي عندنا اليونان تعدلت امام سلوفينيا 0-0 ملوضوفة فزت على ملوضوف 1-0 ارمينيا فزت على شمال مكدونيا 1-0 جورجيا تعدلت امام سلوفينيا 0-0 البانيا فزت على بيلاروسيا 3-2 واليتوانيا فزت على كازاخستان 2-1 ويوم السلساء بقى 17-11 البرتغال كانت فزت على كرواتيا 3-2 وفرنسا فزت على السويد 4-2 واسبانيا طبعا اكتسحت المانيا 6-0 ومبارات سويسرا امام اوكرانيا تم الغاء مبارات سويسرا امام اوكرانيا بسبب فيروس كورونا ولكسنبورج تعدل ام ازربجان 0-0 جاب الاسود فزت على كوبروس 4-0 لاتفيق فزت على اندورا 5-0 ومالتا تعدلت امام جزر فاروسيا 1-1 وجاب التارك تعدل امام لختنشتاين 1-1 وبالنسبة للدوري ايه خلاص كده دي كانت مباريات الجولة الاخيرة بالنسبة لترتيب المجموعات من الاربعة اللي تأهله وخصوصا نسويسرا والناس دي اعتقدوا ما تحت اصلا نسويسرا اوكرانيا اللي النتيجة بتاعته ما كانتش هتفرق في الموضوع عندنا في الصدارة ايطاليا في مركز الاول في صدارة المجموع ايوان برصيد 12 نقطة وكده تأهلت للسيمي فاينل مركز ثاني هولندا برصيد 11 نقطة بولندا في مركز ثالث بسبع نقاط والبوسنان هرسك في مركز رابع الاخير بنقطة 2 عندنا بلجيكا في الصدارة في مركز الاول في المجموعة اي 2 ب15 نقطة تأهلت كده للسيمي فاينل انجلترا في مركز ثاني بعشر نقاط الدنمارك في مركز ثالث بعشر نقاط ايسلندا المركز رابع الاخير بدون نقاط المجموعة اي سري مجموعة اي سري فرنسا في الصدارة في مركز الاول ب16 نقطة البرتغال في مركز ثاني ب13 نقطة كرواتيا في مركز ثالث بسلاث نقاط والسويت في مركز رابع الاخير بسلاث نقاط طبعا فرنسا خلاص تأهلت للسيمي فاينل اما المجموعة اي فور عندنا اسبانيا في الصدارة في مركز الاول ب11 نقطة المانيا في مركز ثاني بتسع نقاط اوكرانيا في مركز ثالث بست نقاط وسويسرا في مركز الرابع الاخير بسلاث نقاط اسبانيا تأهلت رسميا للسيمي فاينل يبقى عندك اسبانيا فرنسا بلجيكا ايطاليا دول اللي هيبوا مع بعض في السيم فاينال وبعد كده في الفاينال اتنين منهم عندك بقى البوسنا والهارساك ايسلندا والسويد وعندنا سويسرا او اوكرانيا على حسب هل الممارات لاغت مش هتتلعب خالص ولا هتتلعب ولكن تم تأجلها لا هاتتلعب خالص بس хочетوا واسرة والفرق اللي 3 دول لنتعله للمجموعة بي مكان مين مكان لنمسا سحبت المركز الاول في المجموعة بي 1 13 نقطة ومكان التشيك سحب ال المركز الاول في المجموعة بي 2 12 نقطة وكذلك مكان الماجر سحبت المركز الاول بي 11 نقطة في المجموعة بي 3 ومكان ويلز صحابة مركز الاول بستاشر نقطة في المجموعة بي فور. تمام كده? طيب. خلنا نقول بقى ترتيب المجموعات اللي قلت عليها ديت بي وان مسلا النمسا في الصدارة تلتاشر نقطة. النرويج في مركز ثاني بعشر نقاط. رومانيا في مركز ثالث بخمس نقاط. ايرلندا الشمالية. المركز رابع الاخير بنقطة عين. المجموعة بيتو التشيك في الصدارة باتناشر نقطة. اسكتلندا في مركز ثاني بعشر نقاط. الكينس هين القزر في مركز ثالث بثمان نقاط. وسلوفاكيا في مركز رابع الاخير باربع نقاط. المجموعة بيسري المجر في الصدارة بحداشر نقطة روسيا. المركز ثاني بثمان نقاط. سربية في مركز ثالث بستة نقاط. وتركيا في مركز رابع الاخير بستة نقاط. المجموعة بي فور ويلز في الصدارة بستاشر نقطة. فنلندا في مركز ثاني. اتناشر نقطة ايرلندا في مركز ثالث بسلاس نقاط. وبولغرية في بالمركز الرابع الأخير بنقطتين! عندك بقى ابو الغرية سحبت المركز الرابع في 2 ه трس وأسلوفاكيا سحبت المركز الرابع في 2 وأرلندا الشمالية سحبت المركز الرابع في الاربع فرقة اللي قلت عليهم دولي هينزله ل из aqui سادارة اللي من أو من اللي يطلع مكانهم فوق الجبهة الأسود صدارة سي 1 ب13 نقطة كذلك أرمينيا صدارة سي 2 ب11 نقطة كذلك سلوفينيا صدارة سي 3 ب14 نقطة وألبانيا صدارة سي 4 ب11 نقطة الأربعة دول يطلعوا مكانهم مكان الأربعة اللي نزلوا تعالى نقول ترتيب سي 1 سي ون الصدارة الجبل الأسط في مركز الأول ب13 نقطة لكسنبورغ في مركز الثاني بعشر نقاط أزربيجان في مركز الثالث بستة نقاط وكبرس في مركز الرابع الأخير بأربع نقاط مجموعة سي تو أرمينيا في الصدارة ب11 نقطة شمال ماجدوني في مركز الثاني بتسع نقاط جورجيا في مركز الثالث بسبع نقاط وإيستونيا في مركز الرابع الأخير بثلاث نقاط مجموعة سي سري سلوفينيا في مركز الأول بأربع تشر نقطة اليونان في مركز ثاني ب12 نقطة كوصوفه في المركز الثالث ب5 نقاط وملدوفه في مركز الرابع الأخير بنقطة وحيدة والمجموعة سيفور البنية في الصدارة ب11 نقطة بالروسيا في مركز الثاني ب10 نقاط لتونية في مركز الثالث ب8 نقاط وكسخستان في مركز الرابع الأخير ب4 نقاط عندك بقى المجموعة دي وان جزر فارو وجزر فارو في الصدارة في مركز الأول ب12 نقطة مالطة في مركز الثاني تسع نقاط لاتفيا في مركز ثالث بسبع نقاط كذلك أندورة عندنا في المركز الرابع والأخير بنقطة عين المجموعة دي جبل طرق في استدارة في مركز الأول بسبع نقاط لختنشتاين في مركز ثاني بخمس نقاط سان مارينو على المركز الثالث والأخير بنقطة عين متابعي الكرام خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دور دور الأمم الأوروبية عشرين واحد وعشرين في استدارة إيرلينغ هالند لاعب النوريك في مركز الأول بستة نقاط روميلو لوكاكو في مركز الثاني لاعب بلجيكا بخمسة أهداف نتساوي معه إيران زهيف لعب الكامل السهون القذر بخمسة أهداف وفي مركز الثالث كريستيان إيركسن لاعب دنمارك وأربع أهداف وفي رون توريز لاعب إسبانيا وتيمو فيرنر لاعب ألمانيا وهاريس فوكيتش لاعب سلوفينيا وكليمنت أولسن لاعب جزر فارو وارونو سيبينان لاعب إستونيا وسوكول سياكاليشي لاعب ألبانيا وستيفان يوفيتش لاعب الجبل الأسود مركز الرابع ألكسندر سورلوس لاعب أنريك بسلاس الأداف ودريس مرتينيز لاعب بلجيكا وجوتا لاعب البرتغال وفاينالدوم لاعب هولندا ووليفيجرو لاعب فرنسا ودانيال سيناني لاعب لوكسنبرغ وفريدريك يانسن لاعب فنلندا ويانيس إيكا وينيكس إيكا وينيكس لاعب لاذفيا وفي مركز الخمس والأخير بهدفين روبرت الفندفوسكي لاعب بلندا متمعين الكرام كان معكم محمد دورو ديمين كنات من الآخر وخلاص قدمنا لكم نتائج مباريات الجولة الستة والأخيرة كاملة وترتيب المجموعة وترتيب الهدفين والفرق المتأهلة إلى السيمي فاينال بإذن الله تعالى لو مشت البطولة زي ما قرأت عنها نرقم فيديو آخر بإذن الله تعالى كان معكم محمد نور الدين ونرقم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته